أيها المبتلى اطمئن ولا تحزن فالدنيا دار افتلاء وبوتقة اختبار ودار هم ونكد وكدح وتعب قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد ولا يمكن أبدا لأي إنسان أن يحيى في هذه الحياة الدنيا سعادة تامة أو أن يتذوق فيها راحة كاملة مهما حصل من المال أو المناصب أو المتاع لابد فيها من الألم والأمل والحزن والفرح والعسر واليسر والصحة والمرض ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان أن يلقى الثمانية صرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية هذه هي طبيعة الحياة طبعة على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار قال أحد الصالحين عجبت لمن بتلي بالضر كيف أترك قول الله جل وعلا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإن الله جل وعلا يقول بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف أترك قول الله جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإن الله جل وعلا يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن خاف ظلم الظالمين كيف يترك قول رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل فإن الله جل وعلا يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وعجبت لمن خاف مكر الماكرين كيف أترك قول رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإن الله جل وعلا قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة خاف زوالها كيف أترك قول الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومن جميل ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم مر على رجل حزين مهموم فقال فقال لما الهم ولم الحزن إني سائلك عن ثلاث فأجبني فقال هذا الرجل نعم قال له إبراهيم أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله جل وعلا قال لا قال له إبراهيم بن أدهم أفينقص من رزقك شيء قدره الله جل وعلا قال لا قال إبراهيم أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله جل وعلا لك في الحياة قال لا قال فعلام الهم فعلام الحزن إذن إن أعصرت شهرا فقد أيصرت دهرا وإن أصابتك شدة أياما فقد لابستك النعمة أعواما اعلم أن كل إنسان على وجه الأرض لابد أن يبتلى مهما كان دينه ومهما كان انتماؤه ومهما كانت عقيدته لكن الهمومة تتفاوت بتفاوت الإيمان والهمم الناس كلهم مصابون إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه هذه حقيقة قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأ إن ذلك على الله يسير يعني من أمراض وأوجاع وهموم وأحزان وآلام وابتلاء ومحن وفتن ونقص ووباءات وفيروسات وابتلاءات وأنفس وثمرات كل هذا في كتاب عند رب الأرض والسماوات قبل أن يخلق الله الخلق إن ذلك على الله يسير ما هي العلة ما هي الحكمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ولو سلم يا إخواني أحد من الهم والحزن والابتلاءات لسلم الرسل والأنبياء ولذلك كان من أول ما يدعو به أهل الجنة إذا شرفهم الله عز وجل بدخولها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور نعم والله الذي لا إله غيره لو سكنت القصور وملكت العقارات والدور وتجولت في الأرض والجو والبحور فلن تهنأ بطعم السعادة والسرور إلا في طاعة العزيز الغفور فما سبب همك وحزنك لتقف على الدواء هل أنت مهموم أو حزين لمرض ألم بك أبشر أين أنت من قول الله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين أين أنت من قول سيدنا رسول الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن كان سبب همك وحزنك لذنب وقعت فيه ولو كان كبيرة من الكبائر فأين أنت من قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه والغفور رحيم وأين أنت من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها وإن كان سبب همك وحزنك وألمك لظلم مرير وقع عليك وحل بك فقد وعدك الله بالنصر ولو بعد حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصر النك ولو بعد حين بل وتوعد الظالمين بالهلاك في الدنيا وبالعذاب في الآخرة فقال سبحانه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال سبحانه إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن كان سبب همك وألمك وحزنك وبلائك خوف أو فقر أو ضيق في المال أو الرزق أو لأنك فقدت حبيبا أو عزيزا لديك فاصبر وقبل البشرى من الله فاصبر وقبل البشرى من الله جل وعلا وقبل البشرى وقبل البشرى من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أخي الحبيب أخت الفاضلة فلنتأمل جميعا أن كل ما يقع الآن وأن كل ما يجري قضاء يسري والأمر كله لله فاستثمر يومك بعمل للدين أو بعمل للدنيا ولا تلتفت إلى الماضي إلا بقدر ما يدفعك للاستفادة من الخطأ والمضي قدما على طريق الفلاح والنجاح والخير فالبلاء يا إخواني جزء من الحياة لا يخلو منه غنيا ولا فقير ولا يتخلص منه ملك ولا مملوك ولا حاكم ولا محكوم ولا نبي مرسل ولا عالم مخلص قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أخي لا تفزع ولا تجزع فالكرب سيرفع والهم سأزول والضيق سينتهي فهذا وعد الله والله لا يخلف المعاد فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسراء ولن يغلب عسر يسرين فمهما اشتد بك الهم في الأرض فعلق قلبك بالله جل وعلا كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة فرزقك مقسوم وقدرك محتوم وأجلك معلوم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإذا اشتد بك الهم وزاد عليك الحزن والغم وآلمك الألم فالجأ إلى الحي القيوم وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب إني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم البلاء وأن يرفع عنا وعنكم الوباء وأن يرحمنا برحمته وأن يلطف بنا بلطفه وأن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين وأن يرفع هذا الوباء عن أهل الأرض إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر